خيانا دروقتي بقى أبدأ مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وهنبدأ معاك جولتنا من القاهرة ومن كبرى 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرية نسبية أما كونيش ففي كثفات مرية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه إلى ميدان التحليل كمان في بعض الكثفات للمكمل حتى المعادي وحلوان أما طريقة الأوتستراد للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي مغلق في تحويل حركة المرور للاتجاه الآخر نروح بقى في اتجاه كوبري أكتوبر ولمنطقتين الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافة مرية على طول كوبري أكتوبر حتى نزلت غمرة والعباسية أما المتجه في شارع بورسعيد إلى الشرابية والزاوية الحمرة وحضائق القبة وحتى كوبري السواح والأمرية والعكس في كثافات عند كوبري الزاوية الحمرة ومنطقة الويلي نكمل جولتنا بشوارع الجيزة في كثافات بسيطة على طريق المحور القادم إلى ميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرية ولو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافة مرية بالزيد قبل إشارة جامعة القاهرة لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه بعض الكثافات البسيطة بمنطقة مشعل وكمان بتظهر كثافات مرية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ونروح لمحافظة الإسماعيلية واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة حتى مدخل المدينة واللي متجه من خلال الطريق الزراعي طريق طرعة الإسماعيلية الطريق كويس لكن بتكون فيه بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن ده على طول الطريق لكن شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي فيه سيولة مرية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاذ وكمان مجمع المحاكم في سيولة مرية معدى بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق لكن المتجه بقى لمحافظة بورسعيد في سيولة مرية في طريق الإسماعيلية بورسعيد من منطقة القناة إلى جنوب الصعيد ونكمل مع محافظة سهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنع مرياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية في سيولة مرية في بعض الكثافات المرية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سهاج كمان في كثافات مرية بسيطة بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير أخيرا بقى طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرية خدنا حضراتكو في جولة سريع عن أحوال المرور في معظم محافظات مصر هرجع مرة تانية لمصطفى وهدير عشان نكمل معاكو فقرات صباحة خير يا مصر شكرا لك شكرا لك